مجمع البحوث الإسلامية أطلق النهاردة حملة شاملة للتوعية بالتيسير في تكاليف الجواز ومواجهة ظاهرة المغالاة في المهور المنتشرة بين الأسر المصرية بشارك في الحملة حوالي 3000 وعز ووعزة من مختلف المناطق بعنوان يسروا ولا تعسروا المبادرة طبعاً بيتم تنظيمها بعد توجيهات فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التوعية المجتمعية بمخاطر القضية لدعم الشباب ترجمة نانسي قنقر